بعدما قاد نادي دينامو زاقراب إلى تحقيق فوز ثامين في الدور التمهيدي لرابط الأبطال أوروبا عدد دول جزائره إلى سودان يوم الجمعة لمعانقة الشيباك برسم جولة افتاح دور كرواتي الذي جمعت نادي زاقراب أمام ضيفه سلافن المواجهة عرفت سيطرة مطلقة لنادي العاصمة الكرواتية الذي وبعدما أنهى المرحلة الأولى لصالحه بهدف دونالرد انتفض في المرحلة الثانية بتوقيع ثلاثية كاملة كان للجزائر نصيب منه في الدقيقة السابعة والخمسين إثر مجهود فردي على الجهن يمنى وتسديد قوية سكنة الشيباك وفي سياق آخر يواصل هدف الخضر في المونديا لإسلام سليماني صنع الحدث بعد التقارير الإلمانية التي أكدت أن نادي باير ليفر كوزن وضع مهاجم نادي سبورتينج لسبونا ضمن أولوياته هذا الصيف وهذا بعد الاهتمام عدة أنديا إجليزية بخدماته على غير نيو كاسل وليستر سيتي